السلام عليكم ومرحبا بكم في المحاضرة جديدة اليوم راح يكون موضوعنا شرح لي النيمو ثوراكس او ما عرف بالعربة بالاسترواح الصادرية طبعا راح ابدأ انه اشرح الصورة الموضحة وبعدين اشرح شنه هو النيمو ثوراكس الصورة هنذا توضح لنا جانب تشريحي اللي هو هنا عندنا الرغامي او التريكيا والقصبات الهوائية طبعا الاساسية والميني برونكاس اللي هي الليفت والرايت هنا طبعا جهة اليسار اللي بيها القلب وهنا جهة اليمين فهنا اذا شوف التفرعات وهنا عندنا الرئة اللي موضح باللون الاحمر في الجهتين وهنا عندنا غشاء الجنب او البلورا اللي تحيط الرئة لازم نلاحظ انه هذا المجال او هذا الاسبيس اللي بين الرئة وبين البلورا فارغ ما بيه هواء طيب شنه هو الاسترواح الصادري اذا الاسترواح الصادري هو شنه او النيمو ثوراكس انه يتجمع هواء في هذه المنطقة يتجمع هواء في هذه المنطقة في منطقة البلورا خلي اوضحها باللون الاسود فاذا تجمع هواء في هذه المنطقة راح يسمى في هذه الحالة عندنا نيمو ثوراكس طبعا هذا شرح عام لكن لو نجي حتى نحدد عندنا انواع من النيمو ثوراكس او استرواح الصادري عندنا ال اوبل والكلوز والتنشن نيمو ثوراكس زين شون نقدر نفهم هذه الانواع راح اوضح لكم بالرسم طبعا راح حمسح هذا التقسيم حتى اقدر اشوفكم مش راح يصير ففي حالة ال اوبل ال اوبل مثل ما يظهر من الاسم الاسم معناها انه يكون مفتوح طبعا شلو المفتوح انه يصير عندنا فتحة في الصدر في الجدار الصدر ويؤدي لها فتحة في البلورا طبعا هنالا اللي ما يصير في حالة كما انه شخص مطعن بسكين او عندنا في حالة طرق ناري او حالة التروما الرضات اللي ممكن تؤدي الى انه ينفتح هذا جانب من جانب البلورا ويدخل الهواء الى هذا المجال وبالتالي راح يصير عندنا نيمو ثوراكس طبعا المقابل راح يقول لي زين شنو الموضوع المهم او ليش احنا نخاف لما يدخل الهواء لهذا المجال اول شي لانه في الحالة الفيسيولوجية الطبيعية هذا الهواء موجود وبالتالي الضغط داخل البلورا ما راح يكون اكبر من الضغط داخل الرئة وبالتالي راح يسمح للرئة بالتمدد فلو زاد الضغط في هذا المجال لانه لما الهواء راح يدخل راح يزداد الضغط راح يؤدي الى صعوبة في ان الرئة تتوسع وتتودد وبالتالي الصعوبة في حالة انه تاخذ النفس الانسباريشن فما راح تقدر تاخذ النفس بشكل طبيعي وهذه هي المشكلة راح يؤدي الى يعاقة في التنفس لدى المريض طبعا في هذه الحالة راح يتجمع الهواء وراح نوعا ما يؤدي الى انه الرئة راح يصير بيها نوع من الكولابس او شوية انه راح الرئة شنو تبدأ نتيجة لهذا الضغط تبدأ تنحسر ولكن مثل ما دا نلاحظ الانحسار محدود راح يكون طبعا واحد راح يسألني ليش لانه هذا ما يسمى بيتو ويف ضعف او مثل بوابة تفتح بالاتجاهين وبالتالي انه الهواء الداخل ممكن ايضا لما يزداد الضغط كثيرا يخرج هذا الهواء وبالتالي هي كمية قليلة من الهواء راح تكون داخلة في هذه حالة ال open نيمو ثوركس طيب خلي نشوف في حالة الكلوز علامة انه هو close يعني مغلق في حالة الكلوز او close دنيمو ثوركس close اش راح نلاحظ انه هذا الجدار مزدود وانه عندنا ممكن مشكلة في الرئة او صار ثقب في الرئة ثقب في الرئة نتيجة في الارض الاحيان امراض او مرات نتيجة لحالة بسبب انه لما ندخل سكوب او ندخل نهضور داخل البرونكس او ندخل القصيبات الهوائية ممكن ان نعمل ثقب بسيط او مرات بسبب الامراض اللي تصيب الرئة او مرات بشكل يحصل بشكل spontaneous او تلقائي لما يزداد الضغط على الرئة فممكن تنفجر الحويصة الهوائية او ينفجر جزء من الرئة ويصير عندنا الثقب في الرئة وهذا الثقب راح يخرج مننا الهواء الى داخل plural cavity طبعا في هذه الحالة عندنا مشكلة انه هذا الهواء الخارج راح يتجمع داخل ال space او داخل هذا المجال لكن المشكلة عندنا هنا هذا او باب باتجاه واحد اي فقط يسمح بالدخول الهواء وما يسمح بخروجه وبالتالي فقط الهواء راح يتجمع وبالتالي راح يزداد الضغط تدريجيا الضغط راح يزداد تدريجيا على الرئة وبالتالي راح يؤدي الى collapse اكثر من الحالة الاولى وبالتالي راح نشوف انه collapse اكثر صار من الحالة الاولى اللي هي كانت open فبالتالي راح نشوف collapse اكثر او انهدام اكثر في الرئة لانه الضغط راح يكون في هذه الحالة عالي جدا لانه الهواء اللي يدخل ماذا يقدر يخرج فقط ينحصر في هذا المجال وبالتالي راح ينضغط او انه لما يكون اكو ضغط اكثر على الرئة والمديا ستيرنا طبعا واحد راح يقول لي شون لما زاد عندنا الضغط هذه الرئة ش راح يصير بها بالتدريج راح تنهدم اكثر ويصير بها collapse اكثر فراح نشوف انه راح تتجمع في هذه المنطقة فالرئة راح يصير بها collapse شديد طبعا وهذا الضغط الزايد راح ينتقل الى الميديا ستيرنوم او المنصف للصدر اللي بيه التريكيا والقلب والأوعية الكبيرة مثل الاورتا والبلميناري ارتريز فاش راح يصير عندنا راح يصير عندنا ضغط على التريكيا لانه هذا الضغط راح ينتقل ولما ينتقل هذا الضغط للميديا ستيرنوم نسمي tension neemothorax وهذه الحالة خطيرة جدا ليش خطيرة جدا هستفهمكم فاش راح يصير بالتريكيا راح نشوف شغلة سمها tracheal shift شنو tracheal shift انه التريكيا راح تميل لانه تعرضت لضغط من هذه الرئة الصار بها neemothorax فنلاحظ انه غشاء plural راح يضغط بهذا الاتجاه وبالتالي راح يؤدي الى ميلان القصبة الرغامي التريكيا وراح نشوف شغلة سمها tracheal shift اضافة الى شنو انه هذا الضغط ايضا راح ينتقل للقلب وبالتالي شرح يسوي راح يؤدي الى زيادة الضغط على القلب وبالتالي راح شنو انه القلب ما راح يقدر يضخ دنم بشكل طبيعي وبالتالي راح يقل القدرة القلب على ضخ الدم وراح يقل عندنا cardic output او مخرج القلب وهذه حالة خطيرة لانه راح تؤدي الى انه ضغط الدم راح يقل بشكل كبير وراح يدخل المريض في حالة شك او صدمة وبالتالي ممكن يموت المريض من هذه الحالة لانه سببين انه اصلا هذه انقطاع في النفس واضافة الى ذلك انه راح هذا الضغط يروح على القلب ويؤدي الى انه يدخل في حالة شك او صدمة وراح يقل الضغط بالجسم ولذلك هذه الحالة خطرة فهذا اهم شي نعرف على tension nemo thorax زين diagnosis شون راح نشخص هذه الحالة في حالة nemo thorax لما يجمع الهواء في هذا الغشاء بين الغشاء وبين الرئة راح يؤدي الى انهدام الرئة وبالتالي ما راح نقدر نسمع صوت التنفسي او اللي هو لما تاخذ نفس وتطرح نفس هذا الصوت اللي تسمعه بالستاتوسكوب لما تاخذ وتسمع هذا الصوت صوت التنفس اللي يؤدي لدخول او خروج الهواء في الرئة راح نلاحظ انه غياب هذا الصوت ليش لانه الرئة راح تكون من هدمة وبالتالي ما راح نقدر نسمع هذا الصوت فهذا دلالة مهمة طبعا ممكن يكون في جهة واحدة او جهتين اذا كان نيمو ثوركس في جهتين اذا شخص مضروب في جهتين او اذا كان جهة واحدة راح يكون جهة واحدة مرات يكون او يقول قلة في حالة الرئة مو كلها راح تكون من هدمة جزء من عدها وبالتالي ما راح نقدر نقول هنا عدنا لكن قلة اما في حالة غياب بالكامل لاصوات الرئة فهذه علامة نعرفها لازم هنا نكتبها في حالة بركوشن بركوشن انه لما نطرق على الرئة راح نلاحظ انه زيادة في تمبانك تمبانك طبعا شنو راح يكون مثل صوت الطبلة اوليش لانه الرئة راح او هذا المجار راح يكون مليء بالهواء فكأنه صار الطبلة هذه المنطقة فلما تطرق عليها راح تسمع صوت يعني نقول مثل صوت الطبلة لما تطرق عليها فيصير تمبانك الصوت في هذه الحالة وطبعا اهم شي عندنا ال X Ray طبعا اش راح تشوفنا ال X Ray ال X Ray مثل ما تعرفون الهواء يظهر فيها في اللون الاسود طبعا الرئة في الحالة الطبيعية مثل ما مرشون بهذه الجهة الرئة في الحالة الطبيعية هي تحتقى على الهواء فرح راح تظهر بال X Ray باللون الاسود ولكن هو اسود بنوعا ما مو متجانس او نوعا ما يحتوي على لون ابيض نتيجة ان الرئة لها اصلا نسيج فرح يحجب جزء من حزمات ال X Ray وبالتال راح نشوف ها اسود لكن مو ذاك الاسود الاسود بها نوع من البيض اما في حالة التنشن النيمو ثوراكس لان الرئة راح نشوف ها رايحة بجهة وحدة صيب بها اتلكتس راح نشوف بالX Ray ان الرئة مجموعة او كتلة بيضاء مجموعة في جانب معين وراح نشوف زيادة في اللون الاسود نتيجة ان هذا المجال راح يكون مليء بالهواء بشكل كبير او زيادة في كتلة الهواء الموجودة في هذه المنطقة فرح تظهر بلون اسود اكثر من الحالة الطبيعية فهذه دلالة في الX Ray والX Ray كلش مهمة لتشخيص الحالة لكن الكلينيكل ايضا مهم حتى نقدر نعرف طبعا في حالة التنشن نيمو ثوراكس وعدنا الاعراض الاخرى مثل الشوك هذا ايضا دلالة على التنشن نيمو ثوراكس وهذه مهمة لازم تعرفوها بالنسبة للتريتمنت بالنسبة للتريتمنت احنا نعرف انه الهواء يصعد للأعلى وبالتالي في حالة التنشن طبعا ليش بديت بالتنشن لانه اهم واحد في حالة التنشن عندنا خيارا نخلي اللي هو عبارة عن انبوب حتى يسحب هذا الهواء او اذا كان ايضا دم اتجمع ممكن يسحب وعدنا نيدل دي كومبريشن او اوبرة تخفيف الضغط طبعا شنون راح نبدأ نسوي اول شي حتى نخلي تشيست تيوب محتاجين وقت وابل تنشن ما عنده ذاك الوقت اللي نقدر نستغل به هذه الحالة انه لا نقدر نخلي تشيست تيوب وبالتالي الافضل انه نعمل اول شي النيدل دي كومبريشن اللي هي شنو نجي لنعرف انه الهواء راح يصعد للاعلى فنجي على السكند انتر كوستال سبيس وده تلاحظون انه انا ارسم او انه داخلي لنفرض انه هي هذه الابرة راح ندخلها فراح ندخل الابرة وراح الابرة شنو راح نسمع صوت كأنه اطار لما تفقوها انه الهواء راح يخرج من هذه الفتحة وبالتالي راح يخفف الضغط في هذا المكان وبعدين راح نخلي الابرة راح نخلي مفهوم النيدل دي كومبريشن اللي هو بالسكند انتر كوستال سبيس وبعدين الحالة الثانية التيست تيوب مفهوم فأول شيء سوينا في حالة التنشن نيدل دي كومبريشن قللنا الضغط وبعدين دخلنا التيست تيوب فهذه لازم تعرفوها في حالة التنشن اول مرة نقلل الضغط بعدين نخلي تيوب لأنه احنا مرد نفقد وقت ضروري لأن ممكن المريض يموت في هذه الأثناء بالتالي الأفضل نسوي نيدل دي كومبريشن بعدين في حالة التنشن نيمو ثوراكس طيب في حالة الأوبن نيمو ثوراكس مو التنشن في حالة الأوبن ممكن رأسا نسوي له تشيست تيوب وطبعا أيضا في كل الحالات نمطي أدوية أنالجيسيك أو مخفيفة للألم إذا كان كثير الألم كلش ممكن ننطي مورفين أو ننطي نونستيرويدل أنتي انفلامتري دراج يعني ننطي أنست أو نونستيرويدل انتي انفلامتري دراج حسب لتقليل لتقليل الألم فبالتالي ممكن نعالج الحالة وأهم شي تعرفون أنه إذا نعاف ممكن يتحول إلى تنشن ولذلك من الخطأ أنه نترك دون علاج لازم نعالجه حتى لنتحول إلى تنشن وهذه كلش محاضرة مهمة بالإمرجنسي لأنه وائح حالات ممكن تجيك بهذه الصورة شكرا لإستماعكم وإن شاء الله تكونوا استفاديت وألقاكم في محاضرة ثانية سلام عليكم